اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في ناس مساكين ما عندهم قوت اليوم فبيمشوا المستشفيات حتى بالتأمين ما بيقدر يصرفوا الدواء بيقول لما الدواء خارج التأمين الواحد بيقدر يحاول يشتري الدواء بس ما افطرق عليه لانه ازعار الدواء زادت اكتر من اللازمة المفروضة الادوية هي بالخصوص وعلى واشه الخصوص تكون ارخص الاشياء موجودة عندنا موضوع الدواء موضوع حساس بلا شك نحن كنا مجتهدين من النقش الليلة قبل موضوع التذاكر الطيران لكن كالعادة معروف يعني وفهم انه يجوا يتكلموا في الموضوع ده شوية فيه يعني فيه مشاكل كده في الحكاية دي ما عرف بابة شنو الرئيسية لكن على العموم هذا الموضوع حساس ومهم وفي نقاش موضوعي انه حتى هذه الزيادات استبقت الوقت المحدد لها يعني كالك الناس يتكلمون عن يناير الحكاية دي بدت قبل كده بكتير يعني الموضوع ده حق ويمرك بر دائرة التجاذبات السياسية اللي بحاول البعض يدخل فيها يضراب وما يضراب لا نحن حقيقة الناس بينقشوا مثل هذه القضايا الحساسة بموضوعية شديدة املا في انه الناس يجدوا حلول حلول حقيقية مثل تفعيل التأمين الصحي مثلا كواحدة من الاليات المهمة وواضح انه لازم للتأمين الصحي يقوم من دور في موضوع الدواء بشكل كبير ونفتكد واحدة من المعاليات اللي قدمتها الدولة يوم كان في كلام عن القرار ده الى اي مدى هذه الاليات بجانب الاليات بتاعت الاليات الاخرى البرضو قيل انها مغلوضة انها تشتغل لتعمل تخفيف لهذه الحدة في الزيادات اول شي دانينا في دائرة الجشع واستغلال هذا الوضع بآلية بتاعة رقابة حقيقية تكون بيعا الدولة يعني مرة واحد لازم يحصل بشكل واضح يعني اذا نقدر نقول في النهاية هناك من يحمي هذا المواطن المسكين والمغلوب على امره المسألة التانية نجد نشوف الاليات الاخرى اللي هي مهنوضة توفر الدول المواطنة ومنها التأمين الصحي ونحن حقيقا ناقش الموضوع ده بشكل صريح وواضح وان شاء الله الجماعة دي ليجوا يعني ما ما يغيبوا عن المشاركة في مثل هذه القضايا المهمة والحساسة أنا قبع شوية قلت إنه حتى يعني حتى لو بالتلفون نحيانا مثل قلت زول يقول لك والله احنا هنا جايين دعبنا من سفر كده وما بنقدر نرود على يعني خلونا كده كان في التعليم العالي كان في السودانير قبع شوية يعني طريقة أنا أفتكر يا حقيقة هستدعي الدحشة يعني وبتخلي الزول كيف تكون هل يعني الراية العام ده ما عاد مهم للدرجة لأنه الناس يجاوبوا على أسلته ولا لأنه أصلا ما فيه إجابة ولا ما بتقدر تفهم المعادلة شنو له خوف من التعامل مع الإعلام والميديا يعني حقيقة أفكار كثيرة تجي في رأس الزول في الموضوع ده على العموم مجددا قضية الدواء قضية مهمة وحساسة وحنطرق بقوة ونشوف الرقابة ونشوف الآليات الأخرى البديلة المفروض تساعد المواطن على مواجهة هذا الواقع الكارسي بامتياز الفقرة التالية صالون سوداني 24 حوار شفيف وممتع مع الدكتور عبد المطلب الفحن ونواصل فيه من قطع من حوار في الأسبوع الماضي أخبركم معنا اشتركوا في القناة